عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لاستعراض ضوابط حوكمة الإجراءات المتبعة في تحصيل مقابل التحسين وخلال الاجتماع جدد مدبولي التأكيد على أهمية المتابعة الدقيقة لمختلف الإجراءات التي يتم اتخاذها لتنفيذ القرارات التي تمت الموفقة عليها خلال الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية مشيرا إلى الموفقة على مشروع قرار تنظيمي ضمن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار ملزم بآليات وضوابط واضحة بحالات فرض رسوم التحسين طبقا للقوانين المنظمة وأسس احتساب كل حالة وذلك للتخلص من مسألة تعدد الجهات التي تفرض رسوم التحسين على المستثمرين